بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا المصطفى السلام عليكم البنات إن شاء الله تكونوا كعب خير أنا في نعمة والحمد لله ربي دومها علينا وعليكم يا البنات نتمنى إن شاء الله يا رب العالمين تلقاكم هاد الفيديو بصحة جيدة يا رب العالمين أنا البنات حبيت نبرتاجي معكم إنغوكين وبينسر معها فيها شوية خرجة فيها شوية زيارة لفامي وفيها من كل حاجة شوية نتمنى إن شاء الله يا ربي تتبعوا الفيديو حتى لفا هكا ودخلوا للأراء بتاعكم ما تنسوش البرتاج الماكسيمو مع الحباب والعائلة هكا بيش تكبر لما تنع حبيبة قلبي كما كم تشوفوا اللي هنا البنات كما تعرفوا يعني كأيوها سيدة جزائرية تنضي صباح لشغلها تعضرها يعني ربت بيت حاجة اللولة كتنضي صباح ديغا كتامو يعني أنا شخصيا الحاجة اللولة لكي نضي صباح قلت لكم دائما نقول لكم في الفيديو تاعي نقول لكم أنا نحب لكيزين نخليها في الليل نقيها يعني لماذا نحصل لهم في الليل نجوز نكد بالي ولا نشاف المهم يعني نخلي كل حاجة في بلاستها خاصة خاصة ننصح كل أخت يعني اللي تربي لازم يعني بدير شغلها هكذا خاصة اللي تسكن يعني مع العيلة ولا تاني كي تسكن وحدا بسكور انسي جامي يعني ولدك ميرقودش في الليل ولا بعد شار تكون صباح مريضة ولا تكون دارك كما يقولوا نفحفها وكل حاجة في بلاستها يعني ناصحة لك يا أختي الكريمة اديها كما يقولوا حلقة في الأدن لمعلوماتكم حبيباتي باش كي ما قلت لكم بالليا نوض صباح دارك توامو الأكوزين ما تنسوش أنا ما نكدبش عليكم لبنات أنا حاجة لولا قبل ما ننوض الأكوزين أكيد حبيبتين نفحفح روحي نمشط روحي نمشط لشعري وندير شرياء بارفا ونسقم روحي باش نبدا يعني بشغلي بتاع نهار اليوم نسقم روحي نسقم بيتي باه نخرج نروح للكوزينة ونطيب قهوتي وندير صوارحي ونكمل لجغنيتاعي لبنات ما تنسوش ما تنسوش حبيبات قلبي ما تسمحوش في روحكم يعني توجر خصو يلوكان يلوكان 30 دقيقة لنفسك تنوضي صباح سقمي روحك ما باش هاكا تكون عندك طاقة إيجابية باش تتقبل نهارك بطاقة إيجابية ويكون عندك يعني دي بوزيتيف باش تكملي لجغنيتاعك ما تكونيش في شلانة وكرهانة وهكذا بسكو عليها دي فاكين نروح ومشوفو رحنا في المرايا ومشوفو رحنا مشاعة شعين قاعد يك مش يمسقمين رحنا أكيد رح تكرهي وتقولي ولغا نولي نرقداني عياناني هكذا مي لفاتك وتسقمي روحك كيما قلت مش تشعرك وتبدلي بيجامتك وتسقمي روحك أكيد والله يختي الكريمة غري تجيك وحت الطاقة الإيجابية تنوضي تحبي تخدمي شغلك تكملي تقولي ولغا اليوم ندير حلوة ندير هذي ندير هذي ندير هذي وربي وفقك فيها أكيد رح تكمل بحاجة مليحة هنا البنت بينسور كيما قلت لكم رجعت كل حاجة لبلاستها وقدرت مساحت الطابلة تعي بينسور برشة تاع جافل اللي مز جامي تخطيني يعني لازم هذيك ما نكذبش عليكم بسكو عليها تعطيني وحد الروحك دا وسبا أسكنتو ما تاني من بعد ما كملت قاعد يكس كيما قلت لكم كل حاجة في بلاستها جيت داقة باش نسبا غليما اللي هبلتني عندها وحد تلت شهر لاربع شهر وأنا مولاها تسبغي شعرك تسبغي شعرك تسبغي شعرك محبت قلو كيليوما كانت عندنا خرجان نحون دلافامي يعني لدار لوسي قلو كي قلت لها والله ما تروحي بشعرك هك دارها كي لها دولة قلو كي بديت بشعرها بينسور رح داقة تجبت شريط لها لوسمهم لليتيوب هذة لغيات يديرو غير دايم ينصر عمبي اللي تعرفوا الأسعار تحهم هنا قدرت لها نيمي غاسس هاد الميلانج لبنات ننصح كل أخت اللي تحب تديرو ليماها ولا الخطها المهم اللي يكون عندها يعني شيب خاصة من الأهم هنا يا لبنات تديرو نيمي رو ستديرو ونيمي رو تروى تديري أربع تاعتوب أربع تاعتوب ماشي نص ماشي فوق النص أربع فقط يعني تحكمي تبارتاجي ونطروة كما وريت لكم هنا بيدي وديري كما نقولو أربع فقط هاكذا البنات من بعد وش تديرو تحكمي البنس وتاعتوب تبديت ميلانج هادو اللي تيوب الفيزوج باش تديرو الأكسيدو تاعتوب هنا البنات أنا ما ميلانجي تجدرت داعتو ولكن يعني من الأحسن ميلانجي الوسم تاعتوب اللي تيوب بتاعك من الأول أحسن باش تسهل لك العملية وهنا درت الأكسيدو تورنت شوفوا اللي هنا البنات حتى يعني تتحصلوا على هاد القوام وهنا البنات شوفوا هنبدأ يعني اللي تحبي يعني تصبغ فضار راح نفارتاجي معاكم هاد الفيديو باش تقدروا تصبغوا فضار بيسو نحنا استعينوا بليقو هادو تاع ان بلاستيك ولا تاع نيلو كل واحد كيفاش يسميهم هم يجوا بزاف في اللي تيوب بتاع الصبيغة هنا هنقسمو أكاد كيما كنتشوفوا لهنا وش نقولكم أنا راني صبغ فيها وي تقول يا نعسانة 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 حبت ترقد هذا قاعد يتيك لعجز ما حبش تصبغ هنا البنات شوفوا نقول لكم ونعطي لكم نصائح يعني كي تكون وحدة صبغ في الدار نعطي لكم نصائح اللي نعرفهم أنا شخصيا ونستعين بهم وجامي يخطوني وهنا يا البنات بعد يعني ما كملت السبيغة جبت المشطة وبيت خليت وقبل واحد دا مينوت ولا على الأقل دا مينوت من بعد جبت المشطة وبيت نمشط به باش ها نضمن أنه سبيغة تدخل خاصة قط لكم اللي عند سبيغة لازم تدري هاد الخطوات باش يعني يدخل السبيغة تروح للشعرات اللي في الشعر ها كانت الضمني أنه شعرها رح يتسبق باش هكا كي تغسلي لها شعرها يعني حت الضمني النتيجة هنا البنات يعني بعد ما خليتوا ثلاثين ثلاثين دقيقة فقط هذا وش خليتوا الماكسيم هنا البنات شوفوا الطريقة باش تعرفوا كيف يعني رح يعني خرجت لكم النتيجة تبدأ هكا ديروا بيبديكم وتشوفوا كيف شوفوا رح قاعدك شيب شيب هنا البنات بيصور نروح ديرك نخصل لها شعرها والمفاجأة اللي رح نقطع لها شعرها وهي ما تحب ش يا البنات وش نقول لكم على بليش اسكيم ما كم انتو ما تاني ما يحب ش عش عش هم هي جوست عندها تفاتف هكدا عندها شوفوا هنا البنات بعد ما دوشته شوفوا البنات كيف يعني صبغ ما تقول إش قاع هادا اللي كان من لول وكان نوري لكم تصور كيف كان من لول خاصة من الامام ودو كا يعني شونج مغادي كان هنا البنات بيانسور جبت باش نقطع لها نحيلها شوية يعني مشي حج برق قيس سبحان الله والله يا البنات يعني بعد ما درت لها انكوب ودرت لها برشين هاكذا نشفته لها برق والله يا البنات غير تبدل كا غيمو سبحان الله بدلت كا غيمو هنا البنات عني نديلها دي غادي تكون شوية يعني قسمة تشد قطلكم شعرها فقط هادا ما كان البنات هنا البنات اللي تحب حاولي انك تديري هاد عفون تديري هاد الشكل ترفعي للفوق وتقطعي هكا من بعد كي تحطيها رح تحصل على الدقاء دي شوفوا اللي هنا البنات بعد ما كملتها شوفوا اللي هنا البنات جات بزاف بزاف شاب رح بينصور رح نجوز لها غرج وستعك بس يشوار باش نحيلها يعني تشمخ هذك تعشعرها موسيقى هايليك اللمسة الاخيرة هنا البنات يعني هي ما تحميش بزاف سيشوار ألوكو يعني حاولت غير نشوفوا لها فقط هذا ما كان البنات شوفوا البنات يعني كيف خرج لها يعني شبه تغطى وتاني شعرها يعني في الحقيقة شعرها هي رطب بكل صراحة يعني ما شعرها رطب هن داكتم البنات بعد ما أكملت لها سيشوار رح ندلها هنا برك جوج ست انقوماج لوجه ها باش نحيلها شوية لبوان وعندي بينصور الماسك هذا ماورد بقناع الطين الأخضر تاني بزاف بزاف هاي البنات بينصور بعد ما فحف حتها وسقمتها وكل رح ندرك تمو البس نا وخرج هنا لبنات بارتاج معكم كي كنا برا هنا في نسونا في الاتقا هوليك هنا يعدم الفصع ونشوف البنات اللي هنهبلني وش نقول لكم حبي يهبط اللي ترا ألوكو حنا البنات داك تومو هنا ركبنا وروح نرانا في الطريق اللي هن ان شاء الله ربي يلحقنا على خير هنا رح نقوم لكم مرانا دالنين هم سوق قيز مع لهم أحلى أوقات يعني ودعنا السنة السنة الماضية كانت بزبزة فهي للا جوغني اللي جوغني اللي خرانيين جوزناهم مع بعض يعني مع لفامي بزبزة فهي لين يعني رحنا وصلنا شربنا قهوة قصرنا وكل شو هذا هو وش طيبتنا لعشي يعني وش كاين من الموجود تدبر يعني مع لبلهاش يعني وقدرت له شوية جواز هاكدا تعموش طوب الباتاتا تاني بجتع السل وش نقول لكم الشربة ما شاء الله وما نحكي لكم شعلا خبز خمير تحال يعني وش نقول لكم أسطوري وبإذن الله بإذن الله بإذن الله أحنا وعدكم أني نولي لها ونجيب لاروس شوف خبز خمير تحال قوت لكم يعني ما نفك ما نكدبش عليكم ما شاء الله ما شاء الله لنوجه لها تحية لمرت لوسي بيأسو لوسي قعلى فامي بالأخص لها بينصر والله فرحة بينا وفرحوا بينا وحسيت ما حسيتش روحي ضيفة حسيت روحي كشغل لاني في داري والله ما شاء الله ربي يلمش شمل إن شاء الله يا رب العالمين وربي ديما يجي معنا في الفرح إن شاء الله يا رب العالمين هنا رح نوضع السنة تاع دوميل فنت يا نقول إن شاء الله مرحبا بالسنة الجديدة إن شاء الله تجيب لنا تجيب لنا الحاجة المليحة والحاجة اللي تكون بيان بيانسور ونشكره ربي العالمين اللي اشفلنا ياسمين اللي هي بنت لوسي الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكره لله أنه ربي رجح لنا يعني ساليمة ساليمة وبرات الحمد لله يعني هذه الحاجة المليحة اللي استقبلتنا يعني استقبلنا هذا العام جديد أنه كياسمين برات والحمد لله نشكره ربي من هذا المنبر رح بيتنقول لكم يعني جسد أنه البنات أنه من هذا المنبر لازم توجر تخلوا يقينكم بربي سبحانه وتوجر يعني الإنسان دايما يقولين ربي سبحانه والدعاء والدعاء والصلاة ما تنسوش والله بهذا الشي رح تتغلبوا سواء على المرض ولا على أعداء تاعكم ولا على حاجة ضررتكم في الدنيا هذه توجر شدوا في ربي سبحانه كما يعني داروا العائلة حال حق الجراء وكلش ولكن توجر كانوا شادين في ربي سبحانه وكان عندهم أمل كبير والحمد لله وكبرت يعني هذا كوالو بليز يغطعنا وربي يشفي كل مؤمن وكل ماريض من هذا المنبر وهنا البنات بعد ما كملنا قاعدتي هدا اسحاق وليد لوسي ربي يحفظوا ربي ينجحوا إن شاء الله العمل جاي إن شاء الله الباكر ربي ينجحوا إن شاء الله يا ربي نقولوا من هذا المنبر هنا يموت على وش نقولكم كما عائلة جزائرية دايما يكملوا العشاء يجيبوا يبدوا يقشروا تينا هنا يسحاق يموت على التقشار هو اللي قشرنا قاع تينا اللي كانت فضل وإحنا البنات بينصور داتنا تاي وشوية مقرط الله ما شاء الله والله هي البنات يعني جووس دي بو ما 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 شاء الله نتمنى إن شاء الله تعجبكم الفيديو وبينصور تخلوا لنا الأراء الأراء تاعكم الأراء تاعكم بياسو كما قل لكم البنات وما تنسوناش بالبراطاج الماكسيموم مع العائلة وإحنا يا البنات وسط لفتلا فيديو مبقى لغنقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم نتلقى في فيديو المقبل إن شاء الله أحبكم في الله نتلقى في فيديو المقبل السلام